نكمل كلامنا على استخدام أساليب الرأي الحديثة سواء في زيادة انتاجية الفدان ومساحة الرقعة الزراعية وكمان في توفير المياه الحقيقة مشروع كبير جداً مشروع الرأي الحقلي اللي بتتبنيه وزارة الموارد المائية والرأي ورحب بضيفة الكريم في الستوديو دكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الموارد المائية والرأي دكتور أسامة أهلاً بحضرتك أهلاً بيجي ورحمة وسيعتك بخير واضح أن في جهد في هذا الإطار التقينا مع حضرتك من حوالي شهرين اتكلمنا في هذا الإطار وكانت الخطة بالفعل في طور التنفيذ أرجوك حطنا في صورة الجديد إحنا زي ما حضرتك بدأت ونوهت كده أنا مش هاخد من وقت حضرتك تيعف إن الوقت محدد جداً فكلامنا هيبقى عبارة مجموعة من الرسائل الكلام اللي احنا بنقوله ده مش جديد ده قديم بس إحنا ابتدنا نحطه في إطار مخطط كبير يستهدف مساحة 6.5 مليون فدان هي إجمالي المساحة الغير مخدومة بغاية الحديث احنا بالفعل مطبعين رايح حديث في أكثر من مليون فدان النهج الجديد اللي الدولة بتعمله دلوقتي ممثلة في وزارة المواد المية وغاية إن أنت بتطبق الاستراتيجية والخطة بتاعتك عن طريق المستخدم ذاته أنت بتنقل الفكر بتاعك وبتخليه متعايش معك مع التحديات البلد بتشهدها دلوقتي في المياه محدش دلوقتي له حديث أكتر من ملف المياه وملف المياه هو ملف الساعة احنا عندنا الفلاحين دلوقتي ابتدوا يغدوا مننا ويطبقوا بأنفسهم ويمكن احنا شفنا التنويه اللي حضرتك تفضلت مشكورا وبسيته دلوقتي عن أفضل الممارسات اللي عاملها بعض مستخدم المياه في عدد محافظات مصر أسقوا إينا والغربية والفيوم والمنوفية وعدد من المحافظات فالدكتور معلش هنقاسب على ذكر المحافظات أفهم أن الرأي الحديث وشبكة الرأي الحديث ممكن تكون في الأماكن المستصلحة حديثا ولكن في القرى القديمة والحقول القديمة في قلب الوادي والدلتا كنت أعتقد أن ده ممكن يبقى صعب التحول للنظم الحديثة للأسف ده كان الفكر الشائع لحد ما الفلاحين نفسهم أثبتوا عكس أو خطأ هذا الفكر الشائع وده يمكن أنا تعمدت أقول لحضرتك عن أفضل الممارسات اللي تعملت فيه المحافظات الوادي والدلتا يمكن المنوفية من أقدم محافظات الزرعية زي الشائعية وغيرها والنماذج اللي احنا بنقدمها أولا الفلاحي المصري هو مهندسي شطر جدا وبياخد النهج العلمي ويتطوره ويحط عليه شوية إضافات تتناسب مع الظروف بتاعته اللي يتطبق فيه محافظات الصعيد وفي مصر العليا ما ينفعش يتطبق فيه الوجه البحري لأن دي طبعا بترتبط بظروف مناخية معينة ارتفاع ضغط الحرارة محدد رئيسي ونوع الطربة زي ما حضرتك فضلت قول نوع الطربة ودرجة الحرارة محدد أساسي في اختيار نظم الرأي الرأي الحديث كلمة الرأي الحديث دي كلمة شاملة لكن تحتها حاجات كتير جدا أنا بتكلم على الرأي بالطنقيد أنا بتكلم على الرأي بالراش أنا بتكلم على الرأي تحت السطح الفكرة كلها إيه؟ أن أنت بتشوف احتياج النبات وبتديله كمية المياه اللي محتاجها فعليا هنا التحدي بقى إزاي توجه كمية المياه للنبات بدون ما يكون في هدر للمية وبالتالي مساحة الفدان بتاعتي دهيت ممكن إنتاجياتها تطلع لي ما قيمة زراعة فدان ونص أو اتنين فدان بحسن الرأي أو جودة طريقة الرأي؟ بتعظيم الاستفادة من وحدة المياه من خلال تطبيق نظام الرأي الحديث فالأراضي اللي تنفع تتروي بالرأي يعني مثلا مناطق درجة حارتها علي ما ينفعش أطبق رأي بالرأي لأن مجرد الرأي حتلاقي المياه بتتبخ بالزبط كده الرأي تحت السطح يبقى نوع الطوبة بتتحكم في استخدام نظام الرأي هنا بقى بيظهر دور الفلاح المصري اللي هو الزاكي جدا وبيورينا أفضل مواسعات يمكن حضرتكو كلكو كنتم متابعين أسبوع القاهرة التاني للمياه في نسخته التانية اعتراعية في خمط الرئيس نظمنا مسابقة كان يمكن النسخة الأولى قلنا عايزين نبص على أفضل ممارسة للفلاحين ونظمنا نا احنا نبادي قلنا بقى أفضل فلاح نشر الممارسة الكويسة دي هو بدأ بأرضه فإزاي يعمل نشر لهذا الفكر بحيث الفلاحين نفسهم هم اللي يعملوا غير حديث المشروع القومي احنا عايزين نخليه مشروع دولة ده توجه دولة احنا دلوقتي عندنا كمية ميا كمية ميا سابتة 97% من مريضنا المتجددة من خلاج الحدود نحط تحت الكلمة دي 100 خط عندنا تغييرات مناخية عنيفة جدا يعني تغييرات مناخية عنيفة يعني فيه درجات حرارة عالية جدا في بعض الأوقات وفيضانات عالية جدا في بعض الأوقات ممكن شهدنا شوية أمطار حصلت ايه حسن إدارة المريض المائية إزاي أنا أبدأ أعمل موأمة ما بين فترات الجفاء وفترات المياه وعظم الاستفادة من كمية دكتور أسامة أكيد في دور الوزارة ووزارة المريض المياه والري نيابة عن الدولة في توفير البنية الأساسية دي أو الأليات اللي يحتاجها الفلاح يعني عشان نحول مثلا لري تحت السطح أو ري بالطنعيط أو ري بالرش فكل ده محتاج آلات محتاج معدات مين اللي بيوفرها وبيضرب عليها شوفي فانديم كان قبل كده فكرة الدولة فيها عملية الغي المطورة كنا بنركز فيها على تطوير المسائل المراوي وتوفير عمليات المحطات الغاف وممكن كان بتقابلنا بعض الصعوبات عملية شبكات القهرباء ويمكن بعض مشروعات الغي المطورة كانت بتبقى اتنفذت 90 أو 95% منها إلا أنها بتقابلها بعض الاعتراضات من الأهالي وخلافه المشروع اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي احنا تحولنا لداخل الأرض نفسه داخل الأرض الفلاح بيغطي تكلفة الحاجة اللي بيعملها ده هي تشبكة غير الحديث يمكن في أول زرع بيعمل أول زرع أو تاني زرع بكتير عن طريق زيادة المحصول عن طريق الانتاجية اللي بتزيد أكثر من 50-60% وخلي بالك احنا لما بنكلم على التطبيق للمرة الأولى التطبيق في المرة الثانية أنا بعالج الأخطاء المرة الثالثة أحسن المرة الثالثة أفضل الرابعة الخمسة كمية المياه بتقل كمية المياه بتقل يبقى أنا بقلل المياه حوالي نسبة 250% بزود الانتاجية قيمة ممثلة حوالي 50% فالفدان بيقعد حوالي 2 فدان الدولة هنا حتدعم الفلاح احنا بنحاول نوفر له آليات تمويلية حسنة بحيث ان هو يشتغل ويسدد بعد كده من العوائد اللي حجي له نتيجة بيع المحصول عن طريق بيع بنك التنمية المال مثلا حاجات كتيرة جدا يعني بنوك وطنية كل الحاجات دي احنا بنسوق لهذا الأمر ولكن هو التحدي الكبير هنا مش ان الدولة بقى يعني بخلاف باقي المشروعات التقليدية مش الدولة هي اللي هتنفذ لا احنا هنخلي الفلاح هو اللي ينفذ وهو اللي هنقل الممارسة دي لكل الفلاحين فالفلاح هو اللي بيشوف صمرة جاره تعبه وجهده وحيشوف جاره بيعمل كده فحيعمل زيه